تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات المرنامج الرياضي اليوم من الاثنين وإلى غاية يوم الجمعة من الرابع والنصف إلى غاية الساعة الخامسة مساء اليوم سنعود إلى أبرز ما شهدت هناية الأسبوع من أحداث رياضية خصوصا للرياضة الشعبية الأكثر استقطابا للاهتمام مع شوقة الجماهير كرة القدم ومنافسات القرية حيث تتميز هذه السنة بمشاركة ثلاث فرق فريقان يمثلان الكرة المغربية في منافسات دور الأبطال يتعلق الأمر بالرجاء الرياضي والجيش الملكي ثم في كاس الكاف دعونا نقول كما العادة خلال السنوات الأخيران نادينا ذات سبركان يحمل مشعل كرة القدم المغربية نهر اليوم مصر أيضا بأن نجدد اللقاء هنا بشكل مباشر في استوديوهاتنا بمدينة طنجا مع اللعب الدولي المغربي السابق المدرب الحالي صديقنا محمد مديحيسي محمد أهلا مرحبا بك مجددا معنا هنا بمدينة طنجا شكرا لك سي فؤاد تحية لك وتحية لكل متبع ومتبعات برنامج بوديوم وكذلك لي الشرف تلاقينا اليوم مع السيوس الشاطير نحن شاء الله نكونوا موفقين بطبيعة الحانوان نكونوا إن شاء الله يموفقين يوسف الشاطير مرحبا بك مرحبا مجددا مرحبا فؤاد مرحبا سي محمد مديحي شرف لي نالعب كبير يعني تذكرنا في الكواليس مجموعة من الأهداف ضخطت جميلة سي محمد خلال المسار ولكن رأى وراني بعض الأهداف دياله وباقي يعني بقبيلة هنا كان نظره قلت لي خسكتفت لي ديك لفيدو ديالشي أهداف دياله بتعليق بتعليق ديالي في فترة من الفترات سي محمد مديحي مرحبا بك مجددا إذن اليوم كما قلنا أصدقائي قد نعود بالأساس لمشاركة الأندية المغربية في المنافسات القارية دعونا نبدأ بالفريق البطل للموسم الماضي فريق الرجاء الرياضي الفريق اللي عاد بتعادل من أمام من الكونغو فريق اللي كان سباق للتسجيل أمام مانيما من الكونغو ثم استخبال هدف التعادل كانت عنده فرص كثيرة وكثيرة جدا سي محمد مديحي أنه يعود بنقاط الانتصار لكن للأسف يعني شفنا أن الفريق يكتفي بتعادل هو زعادل نقول ربما بتعمل هزيمة لأن الفريق كان قد انهزم في ميدانه في الجولة الأولى أمام الجيش الملكي فكان مرغم على أنه يحقق نتيجة الانتصار لم يحدث ذلك وبالفعل لا شفنا جميع المتبعين لا سواء الأنصار ولا سواء للناس المتبعين دي الكرة القدم الوطنية بأنه يعني مقابلة يعني باش يكون واضحين دول المستوى ما فهمناش بشأنه تغييرت الطريقة دي الفريق الراجع لأنه تقريبا منذ تسجيل دي الهدف فريق الراجع أرك الوراء شيء غريب فتنظن بأنه الكل تنتظر بأنه يمكن لهزيمة في داخل الميدان دياله مع الجيش الملكي في عصبة الأبطال بأنه سيحاول يرياجه مثلا تكون ردة الفعل ويجيب ثلاث نقاط يعوض باش يقرب لأنه نرى مجموعة اللي صعبة في هالجيش في هالساندوز اللي كما تنقوله بوع بوع إفريقيا في هالساندوز الليك فإذا به فما كانش الأداء غير مقنع تغيرت غير مفهومة فالطريقة اللي لعب بها فما يعني يمكن أنا تنقول كون تزاد بعض الوقت يقدر فارق الراجع كان ينازم وإلا بغينا مثلا نحاول نستوبي صعندوز فكان مثلا مثل المقابلات كان الراجع دائما كما تنقوله تعرفي صافر كان بالإمكان يجيب ثلاث نقاط وبسكور ويلعب مع هالساندوز شوية ما مرتاح فإذا بيت انتفاجئه يعني خلق مشكل بار نتائج دير شمبيونتة في شمبيونس ليغ مع خصم اللي بكل صراحة متواضع جدا وطلقى أنا تنقول تأدل بطعم الهزيل سعود ابطالب هزيمة يوسف الشاطر الراجع كما تكرنا بعد الصفعة التي تلقاها أمام الجيش الملكي كان مدعو أنه أمام هذه الحلقة الضعيفة في هذه المجموعة هذه كان مدعو أنه يعود على الأقل بنقاط الفوز الثلاث باش يحافظ على الأمل لأنه كان نشوفه بالنظر المستوى اللي قدمه الفريق الكونغولي أن كل الفرق غادي تنتصر عليه سواء في الذهاب سواء في الإياب وبالتالي نقدر نقوله أن الراجع حرق ذلك الجوكير اللي كان عنده في هذه المجموعة بكل تأكيد فؤاد ربما ستنقاط أمام من يما ذهابا وإيابا هي أول شيء كان يفكر فيه المدرب قبل بداية دور أبطال إفريقيا دور المجموعات بطبيعة الحال ومناقشة باقي المباراة سواء أمام الجيش أو ماميلودي ساندونز بالتأكيد المباراة خيبة أمل الجميع الاستفاقة التي قدمها الرجاء في مباراة حسنية أكادير لم تدوم طويلا الفريق عاد لكي يعاني من نفس الصعوبات التي عانى منها في فترة طويلة من هذا الموسم خصوصا عن المستوى الهجومي أدم النفاتي قدمها مباراة جيدة أمام حسنية أكادير خلال مباراة الكونغو كان أداء متوسط جدا وفل الزرهوني نفس الصعوبات في إنهاء الهجم مع عدم اتخاذ القرار الصحيح سواء التمرير أو توقيت التسديد وإلى جانب كما قال سي محمد المديحي التراجع غير مفهوم هل كانت تعليمات من المدرب أن الفريق يعود للوراء ويدافع على مقربة من الحارس أنسيزنيتي الذي يمر من فترة شك يجب أن نقول ذلك أنسيزنيتي ليس هو أنسيزنيتي الموسم الماضية وهذا يزيد طيطين بلى بالنسبة للمدرب ريكاردو سابينتو الذي يجد نفسه الآن في مشكلة والحديث بدأ عن إمكانية إقالة المدرب والبحث عن المدرب جديد ونعود إلى بداية الموسم بالنسبة للرجاء طيب يوسف كما ذكرت الآن ربما لكن يبدو يبدو بأن المكافأة أو الجانب الجزائي في العقد ديال سابينتو مرتفع ومرتفع جدا ومدرب أكيد فؤاد أنه سيكون حما نفسه يعرف البطولة خزينة الرجاء ربما لا تستحمل ذلك على أي الرجاء يهدر كيفاش نشوف المستقبل الآن ديال محمد مديحي المستقبل ديال الفريق الرجاء خصوصا وأن المباراة القادمة تقدر تعطينا ربما ملامح مستقبل الرجاء في المنافسة القرية هذا مع العلم أن الرجاء وجمهور الرجاء ومكونات الرجاء جعلت من كأس دور الأبطال أولى الأولويات هذا الموسم لأن الفريق لم يفوز به منذ ربع قرن يعني منذ عام 1999 وبصراحة يعني كما تنقول الفرصة الأخيرة للفريق الرجاء واللعي منه تقم تقني هي الصفار ديالورساندانز لأنه يمكننا تنقول نتيجة ديالتعادل لأن جميع المقابلات أبار هذه المقابلة كلهم غيجرهم في المغرب فتنظن بأن هذه فرصة لأنه يمكننا فزع لك فريق ساندانز يعني سيخلق لك مشاكل زوبعة داخل النادي تنظن بأن هذه فرصة لجميع اللاعبين لأنه على الأقل يعني ما تجي من الأقضاء ما تنازمش وغادي تجير المقابلات اللي عندك تقريبا كلهم في المغرب بدون صفاريات هذا شيء إيجابي بالنسبة للفريق الرجاء أو اللاعبين الرجاء واللي تنتمنوا بأنه بكل صارحة نتمنوا فريق الجيش الملكي هو فريق الرجاء أو اللي يتأهلوا في هذه المجموعات لأن الرجاء الآن كما تكرنا الجيش تحتعلي بعد قليل حققته ونتيجة نوعا مخيب الأمال تعادل أمام ساندانز يعني هل يمكن يوسف الشاطر أننا نقول نقص تجربة يكون عامل من العوامل لأنه لما نرى تشكيلة الرجاء هناك ربما زنيتي فقط وزريدة اللي سبق لهم أنهم لعبوا منافسات دوري الأبطال من دي قبل اللي لم تخلني الداكرة شويرا الأوردناتور بدك يحفظ خريبا نخلي للشباب ربما هو عقل واشكي لشي لعب أخر في الرجاء اللي لعب منافسات دوري الأبطال هذه أربع سنوات وبوصول دور نصف نهاية أمام الزمالك الميسر لا فؤاد أظن ليس هناك لاعب موجود في هذه التشكيلة غير زريدة وزنيتي والحارس أناس زنيتي وأظن تحتى على مستوى التجربة الإفريقية أدم نفاتي لعب مع فريق الجيش الملكي لاعب لك الفيدرالية تلعب اللي جا من الترجي بوغرين بوغرين يقدر يكون لعب مع الترجي طبعا ولكن فؤاد على المستوى هاشتين ناس لكي أقولوها سيوسف سبارك الله سيوسف نحاوي سيوسف وغوغل ديالناس لا فؤاد كنت أقول تجربة هؤلاء اللاعبون ربما هم أبطال واللعب أمام مريمى في الكونغو بخلاف درجة الحرارة والرطوبة التي يجب ربما المدرب والإطار المساحب له أن يتخذوا الإجراءات اللازمة من أجل وضع اللاعبين في الطراوة البدنية التي يجب أن يكون فيها الفريق على مستوى لعب كرة القدم أم مريمى لا يرقى لمستوى الرجاء فؤاد وكان رجاء بإمكانه أن يفوز ويجب أن يفوز في هذا النوع من المباريات لذلك أنا أظن المشكلة ليس مشكل خبرة ولكن مشكل تقني على أرضية الملعب هناك مجموعة من الصعوبات الرجاء في تاريخها دائما اللاعب يخط الوسط دائما ما يكون اللاعب يعرف يلعب كرة القدم عندما نشاهد فقط جزئية فؤاد اللاعب الموريطاني واللعب الغيني بكورو وبودا وإلى جانبهم الفردوسي على مستوى الاحتفاظ بالكرة خصوصا في الشوط الثاني الفريق كان ضعيف جدا فؤاد وعندما لا تحتفظ بالكرة الفريق الآخر يأتي بكل ثقة له لهجومي ودابان ربما سي محمد مديحي ونتسكون يعني يعني أعلم منه بهذه الأشياء كونك اللاعب تلكرة ولعب ومدرب أنه بعض الأحيان نقوله وسط الميدان هو حلقة الوصل ما بين الخط الدفاع وخط الهجوم فأي خط أي فريق القوة دياله تسكمن في القوة ديال وسط الميدان وعندنا أكبر دليل هو الحقبة الزاهرة ديالفريق برشلون هو فؤاد إلا تكلمنا على شهد اللاعبين ديال الوسط كلهم بالنزعة دفاعية فمثلا هذا اللاعب الذي يقدر مثلا يعطيك كما تقول اللمسة الأخيرة مثلا هذه تجتي تبين على أن المدرب يعني يمكن يكون خيرهم من الضيبار يقدر يبغي يتعادل يمشي فرحان فتنظر هذا يمكن عدم وجود واحد من أبناء النادي مثلا في الطاقم التقني هذا معطاة أو أخر لأن المدرب تنظر بأن يجهل أدغال الإفريقية يجهل مثلا تاريخ الرجاء لأن تتكلم على سيوسف الرجاء كان دائما يقوم مقابلة خارج الميدان يجهل أمام عطد الفرق الإفريقية فتنظر مع فارق متواضع بحلك يمكن تقبل هذا لكن خلقت فرص عديدة وتسجل عليك هدف خطأ من بعض اللاعبين ولم الدفاع ولم الحاس يمكن تقبله ولكن باش تلعب بهذه الطريقة يمكن مكان شتى ثلاث أو أربعة لمسات ما بي اللاعبين والطريقة من منذ تسجيل الهدف وانت راجع للخلف فتسنع الهدف دي طيب الرجاء يخيب أمال جمهوره وجمهور المغربي بهذا التعادل لأنك نتمنى كما تكر محمد مديحي منذ قليل نتيجة إيجابية باش على الأقل بغنا نشوف الفريقين المغربيين هم اللي يتأهلوا عن هاد المجموعة اللي كان ضمانيما والممثل الآخر لكرة القدم المغربي في هذه المجموعة يوسف الشاطر وهو الجيش الملكي الجيش الذي أيضا اكتفى بالتعادل أمام ساندونس الجنوب الإفريقي الجيش اللي كان حقق نتيجة جد جد إيجابية في المباراة الأولى امتصاره على فريق الرياضي في ميدان الرجاء الآن تعادل في الميدان كيف كنا نوصف يوسف هذا التعادل واشتهو تعادل بطعم الهزيمة على اعتبار أن الجيش الملكي هو الذي كان يستقبل نادي ساندونس لهذه السنوات الأخيرة فريق متمرز فريق اللي فاز الموسم الماضي بالسوبر المشي السوبر الأفريقي الدوري السوبر الأفريقي واللي دائما ما يبلغ المباريات ديال الدور النصف النهائي طبعا فؤاد ربما بالنسبة الجيش الملكي ربما قد يعتبر البعض نقطة إيجابية إذا أخذنا في الحسبان ما تفضلت به ساندونس فريق من المرشحين للفوز باللقب لأنه ينتدب بشكل جيد ويحافظ على أهم عناصره ودائما من لديها مشروع طويل الأمد مع مدربين محليين يعرفون إمكانية جنوب لعبين الجنوب أفريقيين ويعرفون أيضا من التعادل خصوصا في نهاية المباراة في الآخر 20 دقيقة كان يستطيع ربما أن يوجع ماميلودي ساندونس أكثر الهدف كي يأتي من ربيع حريمات شيء إيجابي دائما مع اللعب يساهم على مستوى الهجوم ونتحدث دائما الفؤاد عن لعب بوكس تو بوكس لعب الذي يدافع لكن في نفس الوقت يصل دائما إلى منطقة الجزاء وهذا أمر ربما يثير بالنسبة للجيش المهاجم الأساسي لا لعب بي يسجل ويعطي الضمانات اللازمة ولا أيضا لعب المحترف الآخر طبعا وهذا مشكلة بالنسبة للأندية المغربية كيفية انتداء بلاعب رقم 9 إفريقي جيد حتى وإن سثمرت فيه ربما موارد مالية مهمة سيرفعك وهذا ربما نقطة قوة الأهلي والترجي والأندية التونسية في وقم العوقات ربما حد تصريحات فأسمح لي حد تصريحات فوزي البنزار كان دائما يقول أن أنا أكون لك فريق وعندما نصل إلى مهمة رئيس النادي يعني إذا تريد أن نسجل رئيس النادي أنتداء بلاعب تسعة والرامو كان أيضا لعب كاميروني فهذه الذي نبحث عنه في كرة القدم المغربية الفرق صحيح تعمل على المستوى الهجومي وهناك لعبين جيدين لكن من يسجل أهداف يجب أن نعم هذا تساؤل ونطرح تساؤل على صديقي محمد مديحي لماذا الأندي المغرب بدأت تفشل في العصور على ذلك الجوهرة النادرة لأننا شفنا مثلا مع الرجاء مالونغو ولعبين مثلا مؤخرا على سبيل المثال الذكر مالونغو حول هجوم الرجاء واجعل الفريق يمشي بعيد المجموعة من المنافسات ويفوز معه بكأس الكاف وكأس العرب نتحدث عن مالك إيفونا أو جينيور بفريق الوداد لأن الوداد بعد ذلك باع مالك إيفونا نعم استثمر في هذا اللاعب شنو شنو لماذا ما بقى هذا الأندي المغربية تجيب ذاك اللاعب ذاك الجوهرة النادرة ذاك قلب الهجوم اللي يخلق الفريق ونكون واضحين إلى ذكرنا مثلا هذا المهاجمين المعروفين على العصاب دا بعد دينا إيفونا مثلا جينيور فابريس فابريس مثلا فهمت أكس كما تكلم سيوسف وشاطر الرأي تتلقى الأهلي لا يمكنك إلا أن تشاطر الرأي مع يوسف الشاطر ما يمكن تقرصك مثلا مع الأهلي والترجي نعم هادو فرق اللي تتبع كين إدارة تقنية اللي تتبع هاد اللاعبين فين وشحل سجلو وشنو يعني نقاط القوة ديانهم هادو أشياء اللي تتسمون نادي كبير في هاد المواصفات حنا يمكن تكون عندك علاقة مع واحد اللاجون هو اللي يقدر مثلا يقدر غير بفيديو تجيب لعاب وشي ووقعه في بعض الفرق نعم سي محمد الآن في الرجاء إذا قمنا بربما تحدث عن الأسماء التي انتذبها الرجاء في المركات الماضي ووقعه اللاعب من الدوري الطايلندي كان يلعب في الطايلاند نعم إذا ذهبنا إلى الطايلاند أنا بإمكان أنا لعب في الدوري الطايلاندي لاعب من درجة ثانية الهولندية يعني بن عمار بن عيسى لاعب سوسي أيضا لاعب ياسير بالدي وما تتشوفهم مش داخلين لأن من حصة حصتين ثلاث حصة تدريبية المدربي عرف أن هذا تساؤل كبير وخصنا ربما أصدقائي نخصولي حصة بوحدة لأنه كيف يعقل أن فريق بقيمة الرجاء بقوة الرجاء بالرصيد البشري وإذا ما نبغي كعملاق من عمالقة كرة القدم لا نقول إفريقيا نقدرون نوصفون في مصاف العالمية لأن الرجاء لا يوجد أي فريق بالقاعدة الجماهيرية وكما قال يوسف نجيب أنا لعب لكن يلعب في البطولة الطيلاندية أو القسم الثاني دي البطولة الهولندية والفارق مقبل على المشاركة في دور أبطال إفريقيا يعني لا يؤقل مقارنة غريبة لأن موسم الماضي بدون هزيمة وفزتي بالكأس العرش وبالشامبيونة وآمم من أحسن المواسيم الجيش الملاكي يعني ربحتي لهم جيش القاب فما سهلش فيمكن تعززي إذا بغيتي مثلا وذكرتي السنوات هذه باش ماخد الشامبيونس لك فتنظن بأن باش تفرط في بعض اللاعبين اللي مشاولك وما جتيش يمكن قولت المستوى قريب ليوم ما جتيش فأكيد بأن الضاربة هي هذه طيب نستمع كنا كنت نتحدث لفريق الجيش الملاكي نستمع الحارس وحمزة حمياني يقول بخصوص فريق فوض أو بخصوص التعادل فريق للجيش الملاكي أمام نادي سانداونس الجنوب الإفريقي قلت انتصار لأنه كنا نتمنى انتصار حمزة حمياني لعبين مع خصم المتمرس وعندوا تجربة كبيرة في القارة الإفريقية وعندوا لعبين في المستوى الكبير وجانا هدف مباغيت في الشوط الثاني كنظن أن نقطع مهمة لنا بزاف أننا خلفنا في الصدارة والحمد لله قدمنا وكنتظن مقابلة في المستوى الكبير التي تشرب فريق الجيش الملاكي وتنشكر الجمهور اللي جاح المدينة الجديدة تحمل عن الصفار سنشكر لهم بزاف على تشجع ديالهم طوال 90 دقيقة لأنهم أعطونا واحد دافع معنا أننا بش رجعنا في النتيجة نتمنى وأننا نحق نتيجات الفوز ولكن ما كتاب نقطع حسنا من لا شيء وإن شاء الله ما زال المشوار طويل المشوار لازل طويلا يقول حمزة الحمياني لكن أصدقائي يعني في الجولة القادمة نصف المصار ونصف المصار يحدد مستقبل لا ديال الرجاء ولا ديال الجيش الملكي طيب فريق اللي رفع عاليا على مكورة القدم المغربية وفريق نادس بركان سي محمد المديحي بركان أمام فريق ستينينبوش ياك هلك تنتقد يعني فريق أن بركان يمشي بخوطة تابتة بشي تأهل المرحلة القادمة ومعروف يعني في سير شوف في إفريقيا بأن من الاختصاص ديال بركان الكاف كأس الكاف بكل صارحة نتمنهم نتاو نشوف مثلا في أصباط الأبطال ولكن يعني بحكم الطينة ديال اللاعبين اللي عنده وتال الخبرة ديال المدرب لأن تعرف إفريقيا مزيان فتنظن بأن مثل الفرق المغمورة تقدر مثلا لا تعطيه اهتمام شأنه شأن الفرق اللي لعب معها الراجع هو فرق مغمور ولكن يمكن المدرب الراجع ترم الخصم أكثر بالعكس فرق من هذا تبركان اللي انهال مقابلة تقريبا في الشوط الأول جود الأهداف الصيفر فتنظر بأن الى ربح النقاط الثالث بالآداء والنتيجة تنظر بأن فريق اللي من المرشح الكبار بالفوز بكاس الكاف طيب الهزبر كان يستير عن نفس النسق دعنا نقول يعني يوسف ربما فقط خلال آخر دورة كان كتفى لامتخون الذاكرة بتعادل من بعد سلسلة من الانتصارات همه دفاع حسني الجديد هدف لمثله لكن عن الواجهة القرية يعني نفس بركان يكرس هو الصحيقة بينه بين هاد الاندية المتواضعة المدية الصغيرة اللي كتشارك في كاس الكاف لأنه دعنا نقول أن هاد السنوات الاندية المشاركة في كاس الكاف لا يرقى مستوها إلى مستوى تلك المشاركة في دور الأبطار طبعا كونك فوارغ كبيرة فؤاد خصوصا في الأدوار الأولى ثم دور المجموعات لكن تلقنا من الدور ربع النهائي المنافسة تصبح أكثر شراسة بالنسبة لنهضة بركان طبعا المسار رائع جدا ربما هي أفضل انطلاقة في تاريخ النادي على المستوى كرة القدم المغربية في أفريقيا يعرف كيف يفوز الفريق أنهر المباراة مبكرا أيضا عندما نتحدث عن الرجاء وكل مرة نعود للرجاء الأسماء الموجودة في دكة احتيات نهضة بركان إذا كان عادي التحيف الذي إذا ذهب للرجاء سيلعب أساسي لا يلعب في فريق نهضة بركان وعندما عسل ربما أصبح أكثر ثقة وجاهز أصبح هو الأساسي أيضا في خط الوسط يملك الفريق خيارات كبيرة اللاعب سي دي بي الذي كان في النجم الساحلي الموسم الماضي كيف استغل نهضة بركان الفترة أو المشكلة الذي كان بين وبين إدارة النجم الساحلي وانتدبه الفريق إضافة كبيرة لعب على المستوى البدني قوي افتكاك الكرة وأيضا كرته جميلة يعرف يلعب كرة قدم سهلة وهذا أمر أفاد كثيرا المعين الشعباني ثم الكرة البرازيلية طبعا لعب ماتيوس وأيضا بول باسيني رغم أنه غير موفق في الفترة الأخيرة لكن أيضا لعب جيد جدا وهذه العناصر ومدرب يملك خبرة كأس الكنفيدرالية بكل تأكيد هذا هو المشروع الناجح ولا ننسى لا ننسى صديقي حراسة المرمى حراسة المرمى لما تأتي بحارس المحمدي رأى عندك 50% أنا بنسبة لي أفضل انتداب منذ سنوات في الكرة المغربية نعم محمدي لما إضافة الكاتف نعم محمدي يعني ما نشوفوش المحمدي اللي في حراسة المرمى يوم المقابلة نشوفه محمدي في تدريب نشوفه محمدي في ستير مثلا هذو أشياء قيمة مضافة قيمة مضافة قد يأطر لك اللاعبين تتصنطوا له وكما تكون وحتى لما كيكون مثلا حارس حالك للاعب المنتخب وتفرج شيء فيه في المنتخب هذه السنوات لما كيجيوا كما كيستيهضر مع اللاعبين كيكون احترام وكي نياك سمع هذه هي أشياء اللي اللي يمكن علاج جلبه لأنه من غير المستوى تبارك الله رأى المنتخب ولمعة يعني الباركور تنظن بأنه شيء إيجابي غير هو من اللي تكون عندك مثل هذه اللاعبين والقاعدة متوسعة تنظن بأنه من حسن حفظة المدرب طيب سي محمد مديحي اللي للتذكير فقط غدي شاركنا هذه السنة إن شاء الله وإن السنوات أنه يكون محللنا القار إضافة كبيرة إضافة كبيرة ونحن ندير مع شوية المقايضة سي يوسف لأنه غدي جي عاونا شوية فارق إضافة ميديان غدي قولنا نعيطه له كنتداب رسمي للفارق أنا عاونا نسوول يوسف قلت لي فيني مراكز الخاصات واش على مستوى الدفاع والهجوم قل لي رأينا مراكز الخاصات وجميع الخطوط مهم غدي نتأدبوك وذيك ساعة يوسف غيتكلف بالانتداب أنه مع شكو لعنكم مدريب مدريب حكيم تميم حكيم تميم هو المدري دي الفارق هو اللي يعرفك مزيان شكرا لكسي محمد مديحي على تواجدك معنا وغدا للقاك أيضا للحديث للمرأة المنافسات البطولة شكرا ليوسف الشاطر شكرا للموصول لفارق العمل بأكمله للمساقة